نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقة يديدة سيتي سكايلين طبعا الحاقة الأخيرة كنا في شوفي نكبة ميزانية والحين في محاولة استعادة النكبة هذي طبعا عنا وائد شغلات نحن نتخسر وتربح هني فانا بنشوف الحين شو ممكن نسوي على أساس نعوض الخسائر هاي طبعا للحين ما رفعت الضرائب أبدا ما قرفت حتى اني أرفع الضرائب والوضع ها اشك بشك على قولتهم نص نص ونحن اللحين في الماينس وعندنا مشكلة القمامة هاي لازم نحلها قريب وعندنا مشكلة الصيد أحس انه مش كفاية لأنه لازم عساسا نسوق السمك هذا يبيع لاحظة أقدر ننزل ميزانية سوق السمك هذا يقول يعني ما يخصه في الصناعية العادية هذا في الفاكتوريز محتاج 480 معقول وصلت للدرجة اني مش قادر أوفر 480 دولار شوفوا هنا القرار الخاطئ المتسرع ممكن ينكبكم ترا في أي لحظة هاي مشكلة اللعبة هنا بس المهم غطينا بعض الاحتياجات والحينة اللين يستقر الوضع أنا ببدأ أبدل بعض البيوت لأنه ما عنا الميزانية الحينة أننا نحن شو نسوي نبني زيادة فشو بسوي ببدل البيوت اللي موجودة بحط البيوت اللي موجودة شو هاي يقع يتطورون حرام عس عس حرام حطي أول فريج كامل ما بقى أكنسل البيوت كلها الصراحة بحطي أول فريج كامل بيوت وثاني فريج يعني أول فريج في الوي هذا من الشارع العام عماير عشان نبدأ نرفع الدخل ونزيد شوية الانتاجية شوية شوية نرجع المدينة الطبيعية لحين ما زدنا الضرائب أفكر نحلينا المشاكل كلها بدون زيادة الضرائب الحين اللي أبقى أسوي أبقى أحطي عادة تدوير ثاني بس كم كان سعره عادة تدوير لحظة خلنا نشوف عادة تدوير كان ستعاش ألف ستعاش ألف بنيبها قريب نزيل ونبقى ما للصيد الصيد كم كامل هذا بثمانت ألاف يعني ممكن نحطي هذا ونبدأ نشتغل على الروت وغيرها نبدلهم وبعدين نرفع الميزانية لاحظة نرفعنا الميزانية أصلا حقايا كامل هيا نزيل الحين نقدر نرفع ميزانية لا ما بنرفع ميزانية الحين حين ما بنرفع أي ميزانية الحين بنسويه نرفع الدخل بحطي حق الصيد هني صيد السمك اوه صح ما كان يستوي ذكرت ما ما مستوب معنا ما صار عاند معنا كثير نزيل إذا هاي الحالة أنا عندي التجارية هايل أقدر أحول اللي هني بعد عماير العماير تجارية هايل والله حسمها منهم فايدة تبديلهم بس أوكي يعني مناطق خواية صغيرة مفروض أصلا أكنسلهم ولا أبنيهم بس ما علي هني قعد زيد الدخل ونوازن شوي شوفوا هني خروج من مصيبة هاي السمك يعني نحن الحين في مصيبة وقاعدين نبني إلى شي يعني براحين كبنا شوي صبر هذا ما حطيت فيه أنا بيت شوي راح يكون فيه نكبة من ناحية الغمامة لنا بتتيمع معنا عدد توير بس ما نحطي مصنع حرق ولا شي بيكون أحسن فبالتالي أنا شو أبا أسوي أبا إيب مصنع حرق طبعا هني ما يجمع ما راح نمد لهناك أظني لكن احتياطا احتياطا إذا مديناه في المستقبل نقدر نسيب الطريقة هذي بكسر أول جزئية شارع صناعية وبنحطي هني الشوارع القديم وهاي أرخص حاليا ما نقدر على صيانة الشوارع الغالية صيانة شوارع الغالية وايد مكلفة وبحطي هني أساس المشكلة بمققتها هاي تجميع عادي هاي مش مشكلة نقدر نهدم هذا بقدر أحطي هذا من داخل ما بسوي زحم عند الباب هادي بيجمعون كل شيء المشكلة في هاي لازم يسوي محطة حرك محطة الحرك شوي هعلكم عليها شوي مش أحسن شيء لكن من بنتضر نحطيها صح ثلاثين ألف لكنها فعالة هذي الموضوع كله موضوع الكترة هذا هذا من النصائب هذا هذا من المصائب فعليا ما زين الحين بشو بسوي هني لنا منطقة نظيفة أنا بيبهني ماء للعالم اللي بتيهني وبحطي منطقة تجارية هني يعني تجارية عند الشارع هاي ما يتأثرون بالإزعاج نفسه غيرهم في عندهم ماء في عندهم ماء فالمنطقة التجارية هاي راح تشلنا شوي وفي نفس الوقت تكون عند المصانع قريبة في نفس الوقت الناس تقدر تروح وترجع عليها ما عندهم مشكلة لأنه عندنا من مرات تحت شو تحت الجسر الكبير هذا اللي مسوينا وعندنا دوارة هني نقدر نوصله فيهم شوفوا الدوار هذا نقدر نيه بالشارع العادي ونوصله في الشوارع هاي يستوي عندنا شارع أساسي تحت الجسر طبعا هذا الحين عندنا موجود وأنا ما نسيته لكن الحين ما بنستعمله يستوي الزحمة بنستعمله يستوي عندنا يعني تعدد مداخل مش طبيعي حتى الجسر في خطة تعديل حقه خريبا نزيل الحين عندنا الماء نقدر نرفع ميزانيته شوي ما غير ما نبني أو بالأحرى راجع الميزانيته الطبيعية لأنه أنا قصيت الميزانيات كلها نزيل فهذا رقم واحد رقم الثنين أنا الحين عشان أحل المشكلة عندي مشكلة قمامة أنا أساسا فبحطي مصنع عادة تدوير جنب هذا المصنع بس أبحطي بطريقة أقدر أحطي الشارعين لحظة أنا وشي أكبر الشارع هذا سبعرف أقدر في المستخبل أوسع ولا ما أقدر أوسع أوكي ما بقدر فلازم أشيء بالطريقة أفضل الحين زاد عندنا الحرق القمامة شوفوا ارتفع فالمشاكل بتقلش شوي لأن اللي ما يحترك ترى يتجمع هذا الموضوع كله هنا الحين نحن هذا مؤقت لأنه رخيص بس نحن في نهاية اليوم لم نحرقه هذا أهم شيء نحرقه أو نسوي أي شيء في القمامة طبعا هذا إعادة تدوير ويد أنظف وقدر لم كان ما يسوي تلوث بس بعده بيسوي تلوث المشكلة إذا التلوث ما له وصل الماي أنا هذا اللي ما أبع حاليا ما باي وصل الماي تلوث عسب واحد من الأسباب باي أني أنا باعدنهم عن الماي إن إذا لمس الماي راح يسوينا مشاكل ويد ننزل كيف نطلع من النكبة اسم الحلقة هي كيف نطلع من النكبة أوكي شو تابون أنتو إذا بدنا كاميرا دون مورز دنتل أوكي يابون نبني حق ناس زيادة طبعا هاي منطقة للبناء كانت على أساس مش للبناء هي أساسا بس شكلي ببني فيها أو أقدر أزيد هنا نقدر نحطي الخدمات في مكان ثاني ونزيد وراء وراء البيوت هاي عماير وراء البيوت ديركت هني شوية عماير مش كثير بالطريقة هاي ونحطي كم عمارة هني سكنية من غير ما نأثر ويد على شو شكل الشكل بعد يكون نوعا ما منتظم أبا بيوته هنا في الواجهة ما بك إلا عماير أنا الحين حاليا حاليا ما بعماير زين شو عنا مشاكل نحن نواجهها ما نقدر نحلها أسرع المشاكل تبون صدق حاليا ما نقدر نحلها المشاكل فخلوها برأيها المشاكل هاي الحين نحن المشكلة اللي نبقى نحلها أساسا التجميع التلوث هذا ولا القمامة بالأحرى ورافعين ميزانيته آخر شي يعني فالحين هذا ما راح يرضى فبنحطيه هنا على مدخل الشارع طبعا بيكون لها مداخل ثانية ما ظن براح يسببنا الكارثة الخرافية هاي الحين وصلنا مثل ما تقلون للبريك ايفن أو نقطة التعادل مع منو مع اللي قاعد نستهلكه نفس اللي قاعد ننتجه وبالأحر اللي قاعدين نحرقه نفس اللي قاعدين ننتجه فالحين شوي راح يكون أحسن من ناحية التجميع لكن أبو أزيد الدخل قبل لا أسوي الباقي كلها يعني هذا أول شي لازم أشل الممرات ما لهذا السمك اللي هني اللي هو شو بأسوي أنا فأدخل على المصانع خلنا نمشي الوقت لا لا هذا الوقت خلنا نوقف لحظة خلنا نشل هذير كلهم ممزين وبنخلي الجماعة هذيل يأخذون لفة للأمام بطريقة هاي ويرجعون على أمل لأن تكون كافية الشيء الأول لازم يسوي يتأكد أن اللفة كافية لأن إذا مش كافية لازم أزيدها شوفوا لازم تكون أمية بالأمية يبون لهم سمك لأن بنحطي غيرهم الحين إذا مش أمية بالأمية لازم أزيد المسافة خمسين في الأمية مسافة متازة اوكي نايس تقريبا بالضبط تقريبا بالضبط وهذا قاعد ينتج صح بس بعدنا نقدر ننتج منه أكثر زين وهذا خلوا بحالة لأن الحين هذا اوكي هذا بحالة براية الحين هذا نقدر نسوي واحد ثاني جنبه نفس الشيء شوي أطول فيحللنا معظم المواضيع مع أنه في نواع سمكة هني بس كيفه خلاص ما نبقى الحين خلينا بطل اللعبة شوي لأنه هني بكسر شوي شوارع وبحطي هذا هني هذا الشارع مالا غريب هني كان من متى زياد الكونكريت خلي اللعبة تعلق من زين فخلنا نحطي هذا الشارع صناعية من زين ونسكر هذا ونوصل الشارع بتخلينا نهدم الشارع هذا لحظة طريقة هاي ونوصل هذا هني بس ما بيوصل دقيقة من زين ابقى نزل هذا شوي لأنه هذا مسوي لي كارثة في المكان بس خلي شكل عدل اوكي الحين نقدر نهدم هذا ونوصله من أول ويديد شوفو مزي الحين هذا محتاجين لابعت خط سير خط السير مالا راح يكون ان شاء الله اللعبة ما تسوي كراشات حساس نقدر نكمل السلسلة بالطريقة هاي تقريبا بيكون مفروض يكون امية بالامية هذا مصانع السمك هذا بيشتغل الحين بفعالية مفروض كبيرة خلاص ما عنده عذر مفروض انه يشتغل والله اللعبة بس تعلق بسيها الصب اوكي مفروض يكون عنده سمك اوكي خلاص هذا معناه مصانع السمك عندي ولا المينة ما لي شغال عدل ما انه شغال عدل ومرطيبة ما عندنا اي مشاكل نزيل الحين نرجح الميزانيات المهدورة اللي هني من انه في خربطة وايدة هني استوات اللي نبوى النيب نيب اقطارة لحينة او النيب مينة بس المينة شو مشكلتها بيكون مكلف وايد اني ايب مينة ستين الف كان هاي ستموني الف كارغو هاربول بعد مكلف الحين لازم اسوي مينة مثلا استقبل بضايع حلو وبال مينة اللي يستقبل بضايع يكون تقريبا هني مشكلة لازم نشتري الاراضي كله عسب سنيب الماي قريب المحطة القطار على اساسه هني يكون في قطار حق الهاربول وقطار حق الصناعية لانه هذا ما باه يمر كله في الصناعية كله لانه لو مر في الصناعية انا راح اصيح راس ارحبكي ما راح يكون في راح يكون مجال التعبان جدا نزيل ما عادة ذلك الخطوة التالية هي نعزز المواصلات شوي لان انا عندي مواصلات لكن ما قاعد استعملها اللي هي الباصات بنحطي لفة باصات هني خارجية هذا بين المدينتين اللي هي هاي المدينة وشو وهاي المدينة حلو وبنسوي لفة باص من هني دين هني ابا يروح نص الصناعية يرجع في نص الصناعية اذا رجعت هني راح تكون عندي مشكلة ثانية هني يوقف في الشارع ويرجع يوقف هني اوكي شارع ثاني بيرجع بس بيكون زين ما بيكون زي حمع عن سوق السمك فبالتالي الحين وفرت مواصلات تحكم انا بالطريقة هاي يعني في باصات زيادة طلعت الحينة والناس راح تستعملها توصل لوين لسوق السمك هذا لو تشوفون يعني بس هالبقعة مش عايبة اني لحظة خلوني اول شي اهني الفرشة نكبرها نعبي هالمكان شجر اوكي احسن اقولكم خلنا مساح الشجر خلنا نعبي شي اه لا خلنا نخفف قوة الفرشة وعبي هايلا شي يكسر لهم في الواقع هايلا خلنا نشرهم هني خلنا نزيد القوة خلنا نشرهم هني في المكان كله هايلا هايلا هني هايلا هني هايلا هني هايلا اذا استوى مكانهم بيحطي اوكي اوكي الحين شوي نكسر اللون شفو استوى شكل المكان احلى يعني المكان الحين كشكل مفوق الصراحة جيد جدا جيد جدا اهم شي هذا هذا بشوفه شغال من الاخر يعني اذا خلي فلوس لانه اللي اعتمد على بضاعته برودكشن ريت البرويك فريتراكس انيوز نزيد بيسوي لنا هذا السمك اللي هنيين باع اكثر مفروض انه ما في زحمة حاليا حاليا المدينة ما لحق تستوي زحمة شوفوا بس يمكن هاي النقطة اللي فيها زحمة ممممممممممممممممممممممممممممممم هو شي مش طيب زين اذا هاي زحمة تذهب قرار للسكتاد هذا. هاي القطعة اهدمها. واي بشارع صناعية من. اقدر ايه بشارع من هنا. لا. بشارع من هنا تقريبا. يوصل في هذا. والشارع عدل شجر من هنا الين هنا. بيستوي لدينا نقطة وصل اضافية. في نفس الوقت اللي بيدخل هني. ممكن يدخل من هنا. يقدري دوار يسوي نقطة زحم ثانية من هنا بدل ما يروح من الدوار كله ولا من هذا الشارع. فممكن تتوزع شوي الزحمة عليهم. ايوه في ناس بتي هنا. شوفوا بارتخال استواء. في ناس بتي من داخل. اللي اقرب لها هنا. اللي ساكن هنا راح يهني بنفس الطريقة هاي. واللي هو هذا اللي المطلوب حاليا. مطلوب حاليا ما ندخل في مرحلة زحمة قبل لا نحتاج ندخلها. بصراحة. لان اللي بيستعمل الدوار اكثرهم. اللي بيروحون مكان بشكل فعلي. مش اللي يمثلون. لانا في وايد ناس تلف الدوار ترجع مرة ثانية الى شو? الشارع العام اللي موجود عندنا. والله المشروع ناجح. خلنا نزيد هني. بالطريقة هاي. مصانع. المايش اخبارة. الماي اوكي. ممتاز وضع. مايش اخبارة. القمامة الزبالة. نقدر نحطي مصنع ثالث. راح يذبح المكان شوي تلوث بس. بيكون ذا حاجة قصوى. اوكي. ممتاز. الكهرباء نص نص هذا نص نص معناها ندخل البجت. نزيد ميزانية الكهرباء شوي. ونزيد ميزانية الشوارع. أساس زحمة خف. بالطريقة هاي. لنتصليع السنانة الشوارع. زيد كمية السيارات اللي تروح ترجع على فكرة. تلني اتوف شيء من غير ماي. ايوه. خطينا بماي. الاحين صار عندنا مصانع صار عندنا كل شيء صار عندنا دكاكين. الاحين مفروض 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 اذا انا احطي مثلا شيء نفس مطار شحن. واللي هو وايد غادي بمئتين الف. راح ياخل ويش يعني يشل ويودي كثير. نشوف وسط الثراثة من ورخص واحد. الكارغوترين. هذا مترو سوري. كارغوترين بكم ستين الف ستين الف هذا بكم? ستين الف بعد كارغو هاربر. بس كارغو هاربر ما نقدر نسوي. ونحن اصلا لازم نشتري هال المناطق. على اساس نسوي. ممكن اشتريها هاي. بس ستة الاف وشوي. اشتري ها ولا ازيد ميزانية? خلني اشتريها شوي. عمزين? وابدع شو اسوي هني? اقدر ايه بقطار الحينة. من هني لين? داخل المدينة. بشكل مش عشوائي بشكل حلو لازم يكون. لان الكارغو هاربر. انا بي عندي من هني لين وين? لين هني وبينزل القطار. مفروض نظريا ان ازل القطار اذا قدرت في المكان هذا. اه سوري. الاخطار وين? ما بقدر انزل اهني ابدا. فبالتالي اقدر انزل القطار اهني. اذا نزلت القطار هالمكان. انا راح اسوي انجاز. يعني خلنا نزيد الشارع هذا. خلنا اشرح الكم. منزين? خلنا نزيد الشارع هني نسويتي ونطور هذا الشارع الاساسي لان اذا انا قطار هني. بنبكي على الشوارع هاي. اوكي? ونطور المخرج والمخرج هذا. اوكي? اذا يبنى قطار هني. راح يحللنا كثير مشاكل. وراح يكون عند منطقة صناعية وبعيد نوعا ما. نوعا ما. بس الشاحنات اللي بتدخل من وين بتدخل? هالحين محتاج ادخل شاحنات من وين? من الشارع العام راح تدخل من هني تسوي زحمة هني وترجع صح? فمعناه لو احطي القطار من هني افضل بكثير. يعني لو ايب القطار هني. وتسوي لهم مدخل ومخرج على الشارع الشاحنات بيكون موايد افضل. او نسوي مخرج من هني. قطار الشحنة راح يسوي لنا مشاكل شوي. الا اذا سو كبرنا المكان. او وخلينا المنفذ الوحيد. هذا الشارع اللي تعد. لو تشوفونا. اللي فعليا ما نقدر نبني عليه ولا شي. اشوف. ما نقدر نبني هني اي شي. امم. نقدر نبني بالقطار بعد. اهني لا. مستحيل ايبين راح يكسر الدنيا. بس اتشوفه هني نقدر. هذا نقدر يعني ننجو من الموضوع هذا شوي. لان في شارع مفروض يكون شارع زين. واذا خلينا للقطار نفس الشارع الداخلي الثاني. يعني اذا ايب القطار وسوي له مدخل الثاني وروحه. زين? احطي القطار اخر شي مثلا. وطلع القطار انا بروحه المخرج مثلا. اطلع من هني. القرار الحكيم يقول اطلع من هني. بالشكل هذا. اوكي. وطلع القطار من وين? من هني. بيكون هذا المخرج. حاصري للشاحنات الياية من القطار. طبعا لازم معدل الشارع اول. يعني الشارع بيض شكله. بس خلونا نشتغل على هذا المشروع. عنا نحشي كل شيء في نص المدينة هاي. كل حشي. كل حشي. ابو اسوي زحمة. بس زحمة ذكية. مش زحمة شوائية. اوكي? يعني اذا يبتل خطار فرضا من هني. اوكي? مات انوف ماني. اللي اللي راح ما يكفيني بس لازم اقدم الشارع شوية هني عساس سنزل للمحبة. هنزين. خلاني بالسكة. شو رايكم? خلاني بالسكة. يعني مشكلة انا مر بني شيء. الا اذا بنيت القطار. مشروع القطار مشروع خطير لحظة. لحظة. خلنا نشوف شو بتكتبولي في الكومنت على القطار. بعدين بدأ مشروع القطار. اوكي? الحين ما بابدأ مشروع القطار. واكتبولي انتم في الكومنت شو مشروع القطار. بس الحين نخلنا اعدل هالمناطق هاي. لان المنطقة هي ناقصنها كثير اشياء مثلا ناقصنهم هني مطافي ناقصنهم خدمات مقابر ناقصنهم وايض اشياء هذي نقدر نحطيها هني وين قلنا بنسوي خدمات اساسا هاي كم تكلفني مية وستين هاي بروح اتنزل ميزانية اوكي هني هاي قلنا عند الخدمات بس هاي في الوسط تتبع استايل الحديقة اوكي العيادة هني مو عندهم اصلا عيادة نقدر نحطي لهم عيادة او الافضل نحطي لهم مستشفى اذا كان عندي خمسة وستين الف لكن اللي هو ما عندي اياهم الحين هذا شوف شو اخبارها هذا باع تسعين ونبه التصدير المشكلة كلها الحين في التصدير المشكلة اذا انا بييب اي شي من هناك اقولكم خل نشتري هاي سبع تالاف تالاف بخبركم شو قصدي انا ما اقدر اشتري اوكي المشكلة في الخطوط البحرية لان انا عندي بعدل الخط البحري اللي هو هذا مثلا اه وين صارت تعديل اخ لا تقول لي نسيت نزل المد يا الله يا الله ما نزلت المد اني احطي خط بحري اقدر ايب الخط البحري داخل على الحين لازم احفر هذا كله عساس اني بخط بحري او احفر هذا كله اشتري هذا واحفره بسوي شانل بعد مش غلط بعد مش غلط طرح مشروع اذا مثلا اشتري هاي الارض اوكي واحفر فيها شوي انا شفت شي ترى ما يتوى اللي هو هذا من زين اللي هو هني شوفوا اقدر احفر انا مشكلة بحطيه هني لازم احطيه هني ما ينفع احطي اي مكان ثاني او هني على الاخل او هني شوفون مكان اقدر اوصل فيه الصناعية بعيد عن الناس هذا الهدف الاساسي يعني شوفوا فلازم اكبر هذا المينة شوية كبرة واللي هو الشي انا ما ابقى كبرة الحين او احطيه هني هني شكلا مشروع انجح مشروع بس صعب بعد لازم اسوي هني مينة بشكل صعب فبالتالي افضل المكان اني احطيه بيكون يمكن هني او هني بس مشروع براح يزعل شوي نزين فبالتالي انا بخبركم اه المشروع القطارة هذا بعد المودة الثاني اللي انا نزلت نسيت نزلها الحين اذا نزلت راح تستوي كارثة كالعادة. مزين? فشو بسوي? بدل ما اسوي في هالمشروع الحين راح اكبر المنطقة الصناعية شوي وبحطي اه هني شوف هاي ما يسوون تلوث فعليا اللي يسوي تلوث بس هاي كلهم سمكة بس انا ما بقى اسوي هاي خلنا اكبر المنطقة الصناعية على اساس يتحولون اوكي. ما بتلوث هني. انا تلوث ما بقى هني بيستوي تلوث ما عالكم مشكلة عادة. خلونا الحين نكبر الشارع هذا. لان راح يسوينا ازمة اقتصادية عالمية هذا. بنسوي بالطريقة هاي الشوارع الداخلية. ما يضمن اي منطقة فيها تشتير اصرها هني. هلأ هني نبدأ منطقة الثانية اللي الحديد. نزين بسوي هاي كل حديد لين هني لان هني عنا هايوي بيطلع اوكي. خلوني امدها بالماء لانها راح تسوي لي ازمة على مياه للماء. منزين بنمد ماء لانهني بنمد ماء لانهني بنمد ماء لانهني هنشوفوا الحينة اللي راح يستوي كالتالي هاي قلنا منطقة اهضاب الحديدية اللي هي راح تكون من هني. هاي شو راح تكون? راح تكون تشجير. فبزيد مصانع تشجير هني. وهي راح تطلع مصانع حديد اوكي. فراح ازيد هاي هني. طريقة هاي. وهني شوية غير راح يكون لانه. ما اقدر نظريا اني اسير على الجبل. اوكي. هذا حدنا. اخر شي. اقول للجبل ترى هذا. قصة قص. نزيل. ونسوي بالطريقة هذي. لانه فوق جبل نوعا ما. ولا ها ضباب الاحرى. في ماء. شوية ماء زيادة. شوي ماء زيادة. وبنحط هني منطقة المعادن. هذا يعني مواد اقل. نحتاجين انصدرها. ولا بالاحرى نستوردها منبرع. ومواد اكثر نصدرها بما معناه فلوس اكثر. يعني هاي منطقة معادن. تنقيب. وهي منطقة حق الاشجار. بس هاي اللي فيهم تلوث على فكرة. شوفوا هاي اللي بيكون فيها تلوث. تلوث اهني. اظن بيكون فيها تلوث. اذا ما كتبطان هاي. ومنحن بدأت تلوث. فمش معناه انه ما في تلوث. الموضوع نكبة يعني نكبة نكبة. مش انه. اذا صلحت شيء لازم يخترب شيء. ترى هذه المشكلة شوي. الموازنة شوي. مش سهلة. بس من الموازنة. فعليا تخلص. خلص. انت بتكون في وضع اسهل شوي. هذا اهني. هذا بعد يسوي نوعا ما تلوثه. شوفوا. اللي يحرق يسوي تلوث. بس مشكلهم. واللي هو زين ترى مش سيئة الفكرة. ها ليش? سؤال. ها مفروض يتحولون لمعادن. اوكي? ها كله معادن. بس سبب انهم بطريقة هاي. اوكي. عندهم تقريبا كل شيء. المخارج والمداخل ترى جيدة جدا. هذا خاد مني خدمة على فكرة. هذا الشارع. وايد خاد مني. مخفف الزحمة لانه في ناس التي من مناطق ثانية شوفوا. يستعملون الشوارع الثاني هاي. واللي هو شايزين. بس هني زحمة. هاي زحمة. مفروض انها ما تزيد وايد اكثر. لان في شوارع بديلة راح تطلع وشارع عام ثالث راح يطلع. والفعليا لو نبقى الحين نقدر نوصله. يعني هذا نقدر نسوي جسر لنا هني ونوصله في الشارع الثاني. اللي هو هذا. نكنسل هذا المشروع شوي. ونوصله هني شوفوا. ان هذا عنا شارع عام ثاني هني موجود. هذا الشارع العام من شق من هذا الشارع فعليا. بس نقدر نسوي شارع عام. بالطريقة هاي. واللي راح يكلفني بلاوي. لان هذا بكم ستعاش الف. اوكي. ستعاش الف. اذا اسوي لجسر هل يستاهل? موضوع صعب تفكير في. لاني بهدم وببني شوارع غير يعني بيكون فوق ستعاش الف. فالحين هذي ليون لينا هني الفوني مين ليون عندنا. ممكن اختصر لهم الشارع دايركتر الصناعية. اقولكم. خلنا نكسره. اوكي. بنكسر الشارع. واخر مشروع للحلقة. بنسوي الشوارع شوي ابعد. طريقة هاي. وبكسرهم من هني. وبدي بثري وي هاي وي دي هنا هني. ثري وي هاي وي دي هنا هني. وبحاول اكسرهم بيطلعون سيدة اكثر حسب الكسر. ثري وي هاي وي هني ثري وي هاي وي هني ونشغلها معادي. وهني بسوي جسر. جسر صناعية. اللي هو مش اكي. خلنا نسوي بالطريقة هاي نرفعها شوي. ليكون منطقي اكثر لو نرتفع بالطريقة هاي. وراح نسوي فيه. تري وي وايد عليه. تو وي رايح. تو وي راد. نقلب هذا تو وي. ليبدأون يستعملون هذا الشارع بس مشكلتها شارع وان وي. فبالتالي دازم اكسر هذا المخطط حاليا. مزين. واسوي. مخطط اكبر بالطريقة هاي. وامده. اوكي. فالناس راح تتوزع ما بين وبين الحين. حتى هذا من الافضل اني اغيره. لان. الناس راح تستعمل الشارع للخروج بعد. فالزحمة راح تتوزع. والصناعية راح شوي. ترتاح من الزحمة اللي هني مفروض. نظريا الحين. نظريا مفروض شوي ترتاح من الزحمة هاي. بصراحة يعني مفروض ويت ترتاح من شوي. شوفوا. شحنات قامل تاخذ هالدرب. الحين خلينا. نسوي شارع. طريقة هاي. دين. مصانع الحديد. اوكي. هاي صار عندنا جسر للصناعية اللي هي ممكن نكبرها زيادة بعد. المهم دي هذا طبعا انتهى وقت الحلقة هذي. بحل النكبات ومشكلة النكبات لان الكهربا في نكبة ثانية. فخلنا نرفع الميزانية حق الكهربا. هنخلص نكبة الكهربا شوي. اوكي. بعدها نكبة. والله يعني. والله لا تمزح معي. مزحتك ثقيلة ترى. مهم نشوفكم في حلقة قادمة على خير. ان شاء الله اذا ما اشتركتوا. ستشوفون حق الثال القادمة يعني. اشتركوا في القناة ان شاء الله راح تنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.